موسيقى حياكم الله دخل مجلس النواب الأردنية إلى خط يزمة إضراب المعلمين المستمرة منذ نحو أسبوع بدون أن تلوح في الأفوق أي بوادر لدفع المعلمين لإنهاء إضرابهم وسط أنباء تحدثت عن نية رفض المدارس بكوادر من الجيش والأمن العام ليحل محل المعلمين وذلك بعد تلويح الحكومة بخيارات أخرى تملكها لحل الأزمة سبعة أيام مضت على بداية الفصل الدراسي الثاني وما يزال المشهد التعليمي في الأردن على حاله نور وأحمد طالبان في المرحلة الثانوية ينتظران العودة إلى مقاعد الدراسة منذ أيام إلا أن إضراب معلميهما أطال انتظارهما إحنا نيجي كل يوم بدنا نداوم ما بنلاقي دوام يعني فمنظلنا براء ومنروح منروح مرات فهذا كله رح يناكس علينا يعني على مستبالنا لقدام يعني وهيك كل يوم من يجي بحكونا نروح روحهم طب خلونا ندرس بس يرفعونا الرواتب استمرار المعلمين في إضرابهم من أجل الضغط على الحكومة بغية الاستجابة لمطالبهم بالحصول على علاوة المعلمين كاملة ورفعها إلى 100% من دون التجزئة أدى إلى شلل في المدارس الحكومية الأمر الذي دفع الحكومة إلى طرح بدائل حكومية منها الاستعانة بكوادر تدريسية من الأجهزة الأمنية فيه طبعا الثقافة العسكرية فيها يعني عداد كبير المعلمين عندنا المتقاعدين طبعا عداد كبير من المعلمين من ذوي الخبرة والتهييل وعندنا عداد كبير قد مطلب في ديوان الخدمة المدنية نحكي بمرارة أنه نوصل نحكي في الموضوع لكن لا بديل عن أنه تمشي المدارس إقرار الحكومة بمشروعية مطالب المعلمين يصطدم بواقع عدز الموازنة ما استدعى السلطات إلى تجزئة العلاوة على مدى ثلاث سنوات بنسبة 10% لكل سنة كان معالي الوزير التربية يوضح هذا القرار لزملائنا في لجان المعلمين بأن مجلس الزراء وهو يقدر دور المعلم الذي يطلع فيه لكن لظروف الموازنة ولأسباب المالية جاء هذه التجزئة تفاجأ المعلم في بداية العام تعطيل صرف العلاوة لأسبابنا نعلمها وفي ظل إسرار المعلمين على إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم يبقى نحو مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة ينتظرون العودة إلى مقاعد الدراسة بعد أن رمى المعلمون المحتجون الكرة هذه المرة في ملعب الحكومة كما يرى البعض سوها جميل العربية عمان ومعنا مباشرة من عمان الدكتور حميد البطاينة نابو في البرلمان الأردني وعضو لجنة التربية والشباب ولجنة الشؤون الخارجية أهلا بك دكتور حميد بداية إلى أين وصل مجلس النواب؟ هل من حل مع الحكومة وأيضا المعلمين المضربين يلوح في الأفق؟ دكتور هل تسمعني؟ نعم نعم أشكرك على هذا اللقاء طيب وأشكر أيضا قناة العربية على هذا اللقاء وأيضا اهتمام هذه القناة بالقضايا العامة بالأردن مجلس النواب حقيقة اجتمع هذا اليوم بناء على اجتماعات سابقة كان قد قرر مجلس النواب في اجتماع سابق بتكليف لجنة التربية والشباب وأيضا لجنة المالية من أجل التواصل مع لجان المعلمين وأيضا من أجل التواصل مع الحكومة اجتمعت لجنة التربية والشباب ولجنة المالية مع ممثلين عن المعلمين وكان هناك اقتراحات وتفاهمات من أجل إيجاد مخرج وحل توافقي فعلا اجتماعنا مبارح كان واضحا وصريحا الجميع حقيقة في مجلس النواب يقدر عاليا ويتفهم مطالب المعلمين وهو حراك المعلمين وهو حراك مطالبي وأيضا يركز على رفع علاوة التعليم أيضا بنفس الوقت هنا حقيقة نقدر ونتفهم موقف الحكومة من حيث أن الأردن يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وهناك عجز كبير في الموازنة دكتور هل فقط عدم تلبية مطالب المعلمين تتعلق فقط بالموازنة أم هناك أسباب أخرى لعدم تلبية مطالبهم لا حقيقة يعني حقيقة القضية هي قضية فقط أزمة مالية تمر على الأردن ونحن نعلم جميعا أن عجز الموازنة كبير جدا والحكومة أيضا وهي صاحبة الولاية العامة مسؤولة عن توفير أي عملية رفع لرواتب المعلمين الحكومة وعدت اليوم أن تطرح القضية برمتها على اجتماع مجلس الوزراء القادم من أجل إيجاد مخرج ومن أجل أيضا محاولة البحث بإيجاد آليات جديدة لتوفير هذا الدعم المطلوب من قبل الدولة أيضا إزلال استعانة بالجيش وكذلك الأمن للتدريس بدلا من المدرسين هل هذا وارد بالفعل؟ هل ينهي هذه المشكلة؟ نتمنى حقيقة أن لا يصل الأمر إلى إيجاد بديل عن المعلم نحن مع المعلم ونقدر أيضا دور المعلم الكبير في بناء الوطن وفي بناء نهضته ولكن أيضا لا نتمنى أن تصل الأمور إلى وضع متأزم بأن نجد بديل عن المعلم من الأجزة الأمنية أو غير الأجزة الأمنية الأخرى نحن نتأمل حقيقة أن نتمنى دكتور هذا تمني ولكن على الأرض الواقع هل من تقومة مقبلة على هذا الأمر؟ هل بالفعل ستذهب إلى الجيش والشرطة ليحلوا محل المدرسين؟ دولة الرئيس اليوم كان واضحا حقيقة برده على مطالب مجلس النواب بأن سينقل هذه القضية لمجلس الوزراء ومحاولة البحث وإيجاد سيق توافقي وإيجاد أيضا إمكانية دعم لأننا الموازنة إذا ما نعرف فيها عجز كبير جدا ونتأمل حقيقة أن تجد الحكومة مخرج لهذه الأزمة وأن أيضا نتمنى من إخواننا المعلمين في هذا الوطن أن يعملوا الآن بالعودة مباشرة إلى المدارس طيب يعني دكتور هل تخشى الحكومة؟ أريد إجابة بصراحة هل تخشى الحكومة إذا ملبت مطالب المدرسين أن تفتح أبواب أخرى لمطالبات أخرى؟ بالتأكيد هناك مطالبات شعبية وأيضا من مختلف فئات وشرائح الموظفين نحن نعلم أن الأردن يمر بظروف اقتصادية ودقيقة وهناك ارتفاع كبير بالأسعار وعجز كبير أيضا في الموازنة ولذلك نحن نجد أن المواطن الأردني بدأ يعاني من ارتفاع هذه الأسعار ولكن حقيقة علينا جميعا أن نرتقي لمستوى التحديات الكبيرة وأن نعمل على إبقاء هذا الوطن إن شاء الله آمنا ومستقرا بغض النظر الآن عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على هذا الوطن الدكتور حميد البطاينة النائب في البرلمان الأردني عضو لجناة التربية والشباب ولجناة الشؤون الخارجية شكرا جزيلا لك